السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإخواني أخواتي مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة المراجع العربي معكم محمد العشاء شوفي هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف نتطرق إلى تجربة هاتف جديد كذلك من شركة سامسونج وهو هاتف جالاكسي A55 كما شاهدتم في الفيديو السابق جربنا هاتف جالاكسي A15 في هذا الفيديو A55 وانتظروا الفيديو القادم إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف يكون A35 طبيعة الحال كل هذه الفيديوهات برعاية الوفاء فون راعي فيديوهات الهواتف الدكية في قناة المراجع العربي الوفاء فون ومتجر لبيع الهواتف الدكية الجديدة والمستعبالة يمكنكم التواصل معهم على صفحتهم في الانستغرام أو في الأرقام الظاهرة أمامكم بطبيعة الحال وكذلك يمكنكم التواصل معهم من أجل إصلاح المشاكل تقنية أو مشاكل هاردوير التي لديكم في هواتفكم لا تنسوا زيارة صفحتهم على انستغرام سوف تجدون رابط صفحتهم أسفل في وصف هذا الفيديو سوف نبدأ تجربة هذا الهاتف من بعد المقدمة مرحبا بكم أصدقائي مرة أخرى فقط للتنويه إن كان هذا هو أول فيديو تشاهده في قناتنا لا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل زر جرس كذلك ليصلك أكل جديد وبطبيعة الحال لا تنسى كذلك أن تنشر الفيديو مع صديق لك إن كان يفكر في شراء هاتف جالاكسي A55 بطبيعة الحال من أجل الألعاب بطبيعة الحال أو من أجل يعني أن يقتنيك ليكون هاتفه الرئيسي وكذلك دعمكم صراحة هو الذي يجعلونا نستمر لأنكم كما تعلمون لسنا مدعومين من أي جهة كيفما كانت نحن والوفاء فقط من نقوم بإنتاج هذه الفيديوهات من مالنا الخاص طبيعة الحال هو بجهدنا فدعمكم هو الذي يجعلونا نستمر فلا تنسوا أصدقائي صديقاتي دعم الفيديو بأي شيء بتعليق بلايك فلنبدأ إن شاء الله الرحمن الرحيم على بركة الله وهذا هو الهاتف إخواني أخواتي أمامكم بشكله الجميل الجدام كما تشاهدون أمامكم الظهر جلي دهر عفوا من الزجاج ليس الظهر جلي كما تشاهدون أخواني أخواتي كاميرات كاميرات كلاستيكية من سامسونج كما تشاهدون وأسفل الهاتف لدينا سامسونج والكتابات المكتوبة بطبيعة الحال جانب الأيمن لدينا أزرار رفع وخفض الصوت ومن الجهة الأخرى ليس لدينا أي شيء من الأسفل لدينا مدخل USB Type-C عفوا مدخل USB Type-C فقط سوف أقوم بـ مدخل USB Type-C ومايكروفون مكالمات ومخرج الصوت ومن الأعلى لدينا مدخل شريحة سيم ومايكروفون المكالمات التانوي هذا هو الهاتف إخواني أخواتي وتعتليه تعتلي الشاشة كاميرا السيرفي فعلى بركة الله سوف أعود إليكم إن شاء الله الرحمن الرحيم عند بداية اللعبة الأولى أول لعبة سوف نجربها إخواني أخواتي وهي لعبة FC Mobile أو FIFA أو لعبة الفيفا بما هو متعرف عليها وسوف نرى على أي إعدادات سوف يشغل لنا الهاتف هذه اللعبة فكما ترون هو لا يدعم الإلترا في الهاي يشغل الإطارات الثانية على أعلى إطارات هذا ما سوف نجربه إن شاء الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو وندخل سريعا على أول مباراة نجدها ونرى هل الهاتف أدأه جيد بطبيعة الحال في فيفا وبطبيعة الحال كما تعلمون أن هذا فصل الصيف وحرارة الهاتف سوف ترتفع نوعا ما وهذا ما سوف يؤكدوا لنا أن الهاتف قوي أم ليس قوي سوف أترككم مع مشاهدة تجريبة وأعود إليكم إن شاء الله عند نهاية المباراة وحرارة الهاتف قوي أم ليس قليل اشتركوا في القناة 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 فعلى العموم اخواني اخواتي سوف نمر الى اللعبة التالية سريع سريع ان شاء الله رحمة الرحيم ونرى كيف سوف يكون اداؤها كذلك اللعبة التالية اخواني اخواتي وهي لعبة PUBG Mobile بطبيعة الحال من الالعاب الاساسية التي نجرب عليها الهواتف لنرى قوة الهاتف هل هو جيد هل يوجد فيه جيروسكوب بطبيعة الحال سوفت وير ام هارد وير فبالنسبة للغرافيكس فهو يشغل على يشغل سمود على الاكستريم يدعم كذلك الـ HDR على الاوترا ولكننا سوف نكتفي فقط بالاكستريم سمود اكستريم وبالنسبة للجيروسكوب فهو يدعم الجيروسكوب كما ترون امامكم اخواني اخواتي ونبدأ المباراة سريعا واعطيكم رأيه ان شاء الله رحمة الرحيم عند نهاية المباراة فرجة ممتعة شاهدوا الاحتراف هذه المباراة بهذه ما مقبول لاش لكن على البدات ماشي مشكل شو الاسلاحة بديت به اشتركوا في الق Mark في ملاد اشتركوا في القناة 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 وايس اشتركوا في القناة 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 هذا راجع الى الى ان اللعبة قوية نوعا ما هي متواجدة على البي سي كذلك لكن على العموم نحن سوف نكمل تجربتنا بهذه الاعدادات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعب نوعا ما بعض الميشنز وننهي ان شاء الله تجربة اللعبة الرابعة ونمر الى اخر اللعبة ان شاء الله بالنسبة للناس التي لا تعرف الكثير عن هذه اللعبة هذه اللعبة فعليا لعبة تحتاج هاتف قوي كما قلت لكم مسبقا هي لعبة تتواجد كذلك على الحواسيم وهذا ما يجعل جميع الهواتف التي تلعب علي هذه اللعبة يعني نوعا ما حتى وان كانت هواتف من الفئة العليم فكما رأيتم ان الاطارات نوعا ما بدأت تنقص هذا امر عادي لكنني سوف اقوم بتخفضها الان من الاعدادات كما تشاهدون امامكم اخواتي لكن هذا امر عادي امر مقبول حرارة الهاتف نوعا ما ارتفعت سوف نضع فقط الهاي ونضع ستين ايطار في التانية وسوف ترون ان اللعبة سوف ترون ان اللعبة عادت لثلاثة كلها مرة ارتفع اشترك 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 فعل العموم إخواني أخواتي انتهينا من اللعبة الرابعة سوف نمر سريعا سريعا إلى اللعبة الخامسة ونلتق إن شاء الله الرحمن الرحيم عند بدايتها آخر لعبة إخواني أخواتي في هذا الفيديو وهي لعبة فري فايرو طبيعة الحال وأنا متأكد أنها سوف تشتغل على أعلى إعدادات في هذا الهاتف كما ترون أمامكم سوف أقوم فقط كل شيء على أعلى إعدادات ونبدأ مباراة سريع سريع وفرجاء ممتعة إخواني أخواتي سوف تشتغل على أعلى اشتركوا في القناة 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 شكرا